نرجع معاك على تقريباً تقييمك للعملية الانتخابية لليوم لكن طوى بش نمشو للجهة الأخرى من الكرة الأرضية بش يكونوا معنا بتقنية الزوم سي كامال لوينيش رئيس الهيئة الفرعية بالأمريكيتين بش نشوفوا معاه تقريباً سيرورة الانتخابات بالأمريكيتين أهلا وسهلاً مرحباً سي كامال أهلاً مرحباً نعرفوا أنه انطلاق عملية الانتخاب صارت منذ قليل في الأمريكيتين كيفاش كانت الاستعدادات وكيفاش كانت الأجواء مرحباً بيكم الناس كل الأمريكيتين فيها الضوم أربع بلدان عنا أحداش المركز متوازعين على الأربع بلدان اللي هما كندا الولايات المتحدة الأمريكية البرازيل والأرجنتين فارق التوقيت بينه وبين تونس هو خمسة سوايا الارجنتين والبرازيل بينه وبيناتهم ساعة بنا بساعة هم عايحلوا عنا آخر مركز يسكر في العالم الكل اللي هو مركز سان فرانسيسكو يسكر نهار الأثنين ساعتين نتع صباح بوق تونس عدد المساجلين يقارب 22 ألف الأغلبية في موغيال وين متواجد هنا الهيئة العليا مقر الهيئة العليا في موريال بما أنه الأغلبية موجودة هنا عنا هنا في المركز ثقافي دار التونسي في موريال أربع مكاتب البارح كان قبال كبير واليوم نتوقفو زيادة كيف كيف نهار الجمعة كان نهار يوم عمل متوسط للإقبال أما السبتو حد نتوقفو حاجة به سي كاميل كانت شوما إجراءات استثنائية لتسهيل العملية الانتخابية بما أنه تحدثنا قبلها والهيئة بيدها قالت أنه صار تسهيل للتونسة العايشين خارج أرض الوطن أنهم يختاروا المركز الأقرب خاصة بالنسبة لكندا هنا وكأي تونسية معنا فما دي ما شكون في العائلة يقول لك ساعاتي زمني ناخد ثلاثة ييم كونجي بش نجم نمشي لمركز الاقتراع ونعاود الراوح بالنسبة للاستحقاق الانتخابي هذا معناها شنوى الاجراءات اللي عملتوها لتسهيل العملية الانتخابية لجاليتنا في الأمريكيتين تم حاجتين الهيئة مشكورة على المنظومة الجديدة الإتاحة كما نعرف في موريال فيها بارشا طلبة يجي وجدد ما يلقوش الوقت بشي حينو الكل قبلناهم وفضل منظومة الإتاحة تمكنوا بشي صوتو حتى المواطنين لمهمش طلبة تمكنوا زادة بفضل منظومة الإتاحة بشي صوتو هنا في موريال تم إجراء آخر قمنا به في وقت قياسي أنه فتحنا مكتب جديد في مدينة كيباك اللي هي تبع 300 كيلومتر على مدينة موريال فيها نسبة كبيرة من التونسيين صار أقبال كبير البارح واليوم اليوم تصلت بزومالي قالوا لي معتا عباد شدة صف قبل ما يحل المكاتب اللي هي حاجة جديدة في كيباك المواطنين فرحوا ياسر أننا قربنا لهم السيربيس هدية معتا الخدمة هدية بحداهم الحمد لله معناها خدمنا عليها كما قلت في وقت قياسي معناها مش تحصلنا على ترخيص من السلطات الكندية يعطيهم الصحة اللوخيان معناها في السلطات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوخيان من تونس ومعناها من كل بلاسة تعاوننا بش حاليناها في وقت قياسي لكننا تعطوا على الفئة العمرية معناها أنت يخطر تقول كندا هنا على الأقل يجي لبالي أنه عدد كبير من الطلبة ومن الشباب هذا صحيح وإلا فما الفئة العمرية الأخرى صحيح اللي تقول فيه موريال هي أكبر مدينة ضم طلبة في أمريكا الشمالية يجيوها طلبة بكل بلايس ثم تونس طلبة برشا نلقا وزيد العائلات ثم فئة العمرية أربعين من فوق موجودين خمسين أقل أما دي ما تبقى وحسب مدينة الأقبال أكثر من الشباب تقريبا إذا كان نحكي بأمور أرقام كيفاش تقيم نسبة نسبة الأقبال إلى حدود هذه الساعة كما قلت مبارح نسبة كبيرة ياسر معنا عنا من اللي حلينا معناها للستة حتى اللي نسكرنا معناها الباب البراني بتاع المركز الثقافي كانوا مواطنين بسيفة كبيرة برشا ثم ينازل ألف هنا في موريال في كيباك زادة ثم أقبال كبير الحق في الأمريكا والجنوبية كان جديد زادة مش متعودين ويسكنوا بعاد ياسر الأكبر إشكال في الأمريكتين أنه المسافات الطويلة ياسر يعني مش متاح لهم أنه نحلولهم بيروا في كل بلاسة العملية معقدة شوية حاولنا معاك نقربوا لهم الخدمة وكيما قلت ركزنا على الكثافة أكثر من تونسي وبالنسبة للخروقات احنا تحدثنا اليوم أنه والحمد لله إلى حدود هذه الساعة ما فمش خروقات كبيرة نعرف في الأمريكيتين وخاصة في كندا الالتزام النظام حسب رأيك لاحظتوا بعض الخروقات وإلا لي ما عنا حتى خروقات عنا مراقبة مبارح جيت وعنا مراقبة اليوم جيت سير العملية عادي وما صارت حتى خروقات ناس ملتزمة ناس منظمة حتى بعد جوني لزيكو أنهم فرحانين معناها كيفاش كان لصا قبل متاحهم كيفاش تيصير العملية تصير بسلاسة كبيرة شكرا لك سيكمال ونيش رئيس الهيئة الفرعية بالأمريكيتين تحية لك ولكل جاليتنا هناك نرجع لضيوفي الكلمة لكم لتعليق حول أهم ما جاءت في مراسلة سيكمال ونيش رئيس الهيئة الفرعية بالأمريكيتين اشتركوا في القناة